فشلت السعودية في اليمن ذاك ما بات مؤكدا ومقرونا بالدلائل ومدعاما بالنتائج لكن هذا الفشل الذي ضاعف مأساة اليمنيين وعقد المشهد أكثر التهم السعودية وضيق عليها خناق المجتمع الدولي لتبدو محصورة ووحيدة أو كما يقال في عنق الزجاجة في توصيف مشهد كهذا لا تستطيع القول أكثر مما ورد في المأثور الشعبي هكذا جنت على نفسها براقش وإلا كان بالإمكان أفضل من ما كان لو أن السعودية أخلصت لليمن مشروعا ودولة وحضورا عربيا مؤازرا ومساند لكن السعودية ذهبت بعد أهدافها الخاصة ومصالحها الضيقة التي رسمتها بالاتفاق مع دولة الإمارات وبدلا من انتشال اليمن من مخالب الانقلاب الحوثي المؤازر من إيران ذهبت باتجاه إغراقه أكثر بحروب صغيرة وتفريخه لقوى وميليشيا تخدم أهدافها أو بالأحراء ما تعتقد أنها مصالح يمكن تحقيقها في اليمن بعد أن أصبح ساحة خصبة للاستقطاب والاستثمار اللاوطني ضربت السعودية ومعها الإمارات اليمنى كمشروع شارف على الاكتمال بحجة محاربة الربيع العربي وخوفا من عدوى الديمقراطية فكانت إيران في الموعد وعندما أحست المملكة أن الخطر بات يحيط الحد الجنوب عادت لتصحيح الموقف ولكن على طريقتها الخاصة التي تعودت أن تلدغ فيها من كل جحر خمسين مرة عادت المملكة إلى الغوص في الشأن اليمني ولزالت مسكونة بهوس الربيع وضرب استحقاقات ثورة الشباب الأمر الذي سيكلفها كثيرا إضافة إلى خسارتها لليمن كشرك جغرافي يفترض بها دعم مقومات القوة والنهوض في محنته أغرقته في مزيد من انقسامة إضافة إلى تورطها في انتهاكات جسيمة خلال ما أسمته بعصفة الحزم وإعادة الأمل وهو أمر لن يدعه المجتمع الدولي يمر دون حساب وبدأت التداعيات بدءا من الاتحاد الأوروبي الذي امتنعت العديد من دوله عن تصدير الأسلحة للسعودية لعدم التزامها باتفاق ما يعرف بالمستخدم الأخير الذي يهدف إلى الحد من انتشار الأسلحة الأمر تطور إلى إدراج المملكة ضمن القائمة السوداء لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب وهي خطوة علقت عليها الرياض بإبداء الأسف والندم لم يقف الأمر عند حدود الاتحاد الأوروبي بل وصل إلى واشنطن التي صوت فيها مجلس الشيوخ لصالح وقف دعم واشنطن لتحالف المملكة في حربها على اليمن وهو أمر يضرب المملكة في صميم قوتها حتى وإن استخدم الرئيس الأمريكي حق الفيتو لمنع تنفيذ القرار إلا أن هذا لا يلغي خسارة المملكة المبنية أساسا على سياستها الخاطئة في اليمن لتكون النتيجة في محصلتها أقرب لما قالته العرب قديما يدك أوكتا وفوك نفخت